بقيمة لا تتعدى سبعة آلاف دينار جزائري تصرف المنحة الجزافية للتضامن شهرياً لفائدة رب العائلة العجز بدنياً عن العمل والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم دون عائلة إلى جانبي المرأة ربت العائلة أقل من ستين سنة وتشمل هذه المنحة كذلك الأشخاص الغير موضوعين في مؤسسات متخصصة والمصابين بيداء عضال إلى جانب المصابين بأمراض مزمنة والحاصلين على بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلة التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من هذه الفئة تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة طبيقاً لأحكام المادة 26 من قانون المالية لسنة 2024 رقم 23-22 في قسمه الثاني والذي ينص على إنشاء هذه المنحة الجزافية للفئات الاجتماعية بدون الدخل أما بالنسبة للمنحة الجزافية للتضامن المقدر قيمتها بـ 12 ألف دينار جزائري شهرياً يستفيد منها ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين ثمانية عشر سنة فما فوق المتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة مئة بالمئة مهما كانت طبيعة إعاقتهم وكذا العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أقل من ثمانية عشر سنة الحاصلين على البطاقة التي تثبت ذلك حسب المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية وشروط الاستفادة منها هذه المنحة كانت موجودة مقبل تم الرفع في قيمتها مثلاً 7 ألف دينار جزائري كانت 3 ألف دينار جزائري ولا تم رفع من قيمة المنحة ولا علاقة له بالمرأة الماكثة بالبيت وعلاوة على هاتين المنحتين يضاف مبلغ مالي شهري قدره 250 دينار جزائري بعدما حددت الحكومة شروط الاستفادة منها بألا يتوفر الطالب وزوجته أو الزوجة على دخل مهما كانت طبيعته ترجمة نانسي قنقر